مساء الخير اليوم سوف نضع الجزء الثاني على الموجهات والزجر وتأثيرها في الأغنية الأندلوسية سوف يكون الجزء الثالث سوف نكمل في الموجهات والزجر وكذلك سوف نضع رطب الأندلوسية بإذن الله وعلى جميع أنواع الأنماط الموسيقية الموجودة في المغرب بإذن الله سوف نحاول في هذه الفترة نعطيه تعريف عام ومن بعد الجزء الثاني سوف نتحط على تأثير الموجهات والزجر في الأغنية الأندلوسية أو الطرب الأندلوسي أو ما يسمى بيه الطرب الآلة لم تكن الموسيقى العربية التي انتقلت من الأندلوس إلى المغرب مجرد أشعار تلحن فقط ولكن لها قواعدها العلمية في توجيه هذا الفن الذي قدر له أن يكتزح شمال الأفريقي والعربي كله والمشهور أن زرياب المغني الأول هو من وضع أصول الأولى لما نسميه اليوم بالموسيقى الأندلوسية أو طرب الآلة كما يطلق عليه المغاربة وقد نقل إليه الموسيقى العربية التي كانت قد لحقت في الموسيقى بمؤثرات شرقية إغريقية وفارسية شأن الأدب الذي استفدها العرب وألحقته بنفس المؤثرات ويبدو أن هذه الموسيقى دخلها تغيير متوالي أليد الأندلوسيين أنفسهم سواء في اللحن أو في الشعر ومن المؤكد أنها تم استقرارها في أواخر الأهد الماريني وأن ما طبع الموسيقى الأندلوسية بطابعها البارز هو الموشحات التي لم تكن معروفة لدى العرب من قبل من قبل لذلك لا نستطيع أن نثبت ما يذكره بور كلمان أنه تقريد للشعر الإسباني فقد أكد أهل بغداد قبل ظهور الموشحات أنواع ونظم تختلف من عامية إلى تنويع القافية وأشكر كل من يساندني من فنانين ومهتمين بالتراث المغربية وكذلك أستاذي الكبير أستاذي عبدالوح التطواني الفنان الكبير الأصيل لدعمه المتواصل وأتمنى أن أكون أنني أعطي معلومات قيمة من خلال ما أفعله من أجل محافظة على التراث المغربية وكذلك سواء من خلال مباشرة على الفيسبوك أو يوتيوب أو حلقات المواضيع في التراب الأندروسي أو الملحون أو أي مواضيع تقافية فنية هامة من أجل خدمة التقافة والفن وكذلك نتمنى أن أكون خفيفة الظل تحياتي لكم جميعا